على ثلاثة محاور يتوزع الخط الإعلامي في عراق ما بعد الغزو الأمريكي محور يردد ما تقوله السلطة ويلمع صورتها ويهتف باسم الميليشيات وزعمائها إنه الإعلام الحكومي وما دار في فلكه من إعلام ميليشيوي وله كامل الدعم المادي والإداري باعتباره بوقا للحكومة والميليشيات لا أكثر المحور الثاني هو الإعلام المؤيد للحكومة لكنه يعارض جزئيا بعض سياساتها أو يدعم حزبا على حساب حزب آخر ومع ذلك لا يعطى هذا الإعلام الحرية الكاملة ويستهدف من السلطة بين فترة وأخرى المحور الثالث هو الإعلام الحر الناطق باسم تطلعات الشعب العراقي ويتفق مع توجهاته وينظر إلى العملية السياسية على أنها فاسدة بالجملة وأداة بيد المحتلين الأمريكي والإيراني هذا الإعلام مطارد بكل أشكاله وتشن عليه حرب بكافة الأنواع بدءا من الحرب الإلكترونية وصولا إلى قتل طاقم العمل الإعلامي واعتقالهم وملاحقاتهم واستهداف مقراتهم قناة الرافدين إحدى أهم المحطات الإعلامية الحرة في العراق بشهادة خطها التحريري وتوجهاتها الوطنية ولطالما بقيت محطة استهداف مستمر من أركان العملية السياسية ومؤيدي الاحتلالين الأمريكي والإيراني استهدف مقرها في بغداد بتفجير إرهابي ولوحقت في مصر والآن تستمر الحملات الإلكترونية الموجهة ضدها لتحاول إسكات صوتها الوطني سعار هذه الحملات على قناة الرافدين تضاعف في الفترة الأخيرة وخصوصا بعد ثورة تشرين حيث وجد الثوار في الرافدين متنفسا حرا لهم ورأوا أن ما يطالبون به هو عينه رسالة قناة الرافدين منذ تأسيسها شعبية القناة المتصاعدة في العراق دفعت أتباع الميليشيات والأحزاب إلى بذل كل الجهود لمحاربتها لكنها كما تجاوزت كل العقبات وحافظت على رسالتها تتابع معركة الصراع بين الإعلام الحر والسلطة المستبدة حتى تبقى منبرا حرا ينطق باسم عدالة العراقيين وحقهم في الحرية ترجمة نانسي قنقر